كهربا كهربا واحد من اللاعبين اللي يمكن فترة رفعت الكلام عليهم والغرامة وممكن تكون عدم استفادة النادي الاهلي بالنسبة لكهربا في الفترة اللي جاية مش موجود تم تقعارته في تركيا واللعيب رجع وعلى زمة النادي الاهلي ولكن في مشكلة وهي مشكلة الغرامة اللي موجودة على كهربا والحتى الان ما تدفعتش بالتالي بيفضل الوقف موجود وبيفضل في غرامات بتتحط على كهربا بسبب ان الغرامة ما تدفعتش وكل شوية بتزيد على كهربا هنا كان فيه اتفاق او فيه اتفاق جديد بالنسبة للنادي الاهلي مع كهربا كهربا ليه مستحقات متأخرة بتصل لستة مليون قبل ما يسافر طبعا ستة مليون جنيه وايضا فضل له سنتين في عادة وبالتالي نادي الاهلي بيفكر ان تديره خمسين في المئة من السنتين دول نعم نتكلم في تمانية مليون اربعة واربعة يعني تمانية مليون مع الستة بنتكلم فيه اربعتاشر مليون جنيه بالنسبة لكهربا وهو بقى فكرة انه هو يكمل بقية الفلوس ويدفع الغرامة العلي لكن برضو مبلغ كبير بنجي نتكلم على اتنين مليون وستمائة وخمسين الف دولار تقريبا يعني بنتكلم حاجة عربين الف اه اربعين مليون جنيه تقريبا حاجة زي كده وبالتالي مبلغ كبير جدا جدا على كهربا انه هو يكمل من اربعتاشر مليون لمبلغ الاربعين مليون شيء طبعا بالنسبة لكهربا ممكن يبقى مرهق جدا ومتعب جدا في الجانب المادي ويمكن كان فيه قبل كده كلام ان شركة الكوراكت هتتحمل اثناء وجود طبعا استاذ ياسين منصور في وجوده كرئيس الشركة الكوراكت انه وضع اختلف في الوقت الحالي ايه اللي هيحصل لكهربا في الفترة القادمة خصوصا كمان ان الراجل كولر معجب بكهربا شايف ان مارسينو النادي الاهلي ما جابهوش وهو ما قال انا مش عايزه في الوقت ده عشان كهربا لعيب كويس وكان عايزة ديله فرصة لكن فكرة الغرامة وانه هيرجع يلعب تاني ده اللي احنا منتظرينه في الفترة القادمة من خلال دفع الغرامة لكهربا او هو هيدفعها ويتم طبعا التعامل مع نادي الزمالك خصوصا نادي الزمالك رافض اي مفاوضات خاصة بتأسيط الغرامة وعايزها كاش وبالتالي طبعا مبلغ كبير ومبلغ ممكن يكون مرهق جدا حتى كمان عن نادي لو نادي حيساعد فيها مرهق بشكل كبير جدا بالنسبة لكهربا وفي نفس الوقت كان فيه كلام لتجديد العقد او تمديده بالنسبة لكهربا ويمكن نادي الاهلي يعني واقف في الحتة دي عشان لو حدث في الامور امور ما يبقاش فيه تمديد للاعب ممكن الامور بالنسبة له فيها وقف هنشوف الآيام القادمة بالنسبة لكهربا هتروح على فيه طيب ممكن احنا بنتكلم على مباراة الاهلي والإسماعيلي والمباراة القادمة دي هتكون حتى الآن الملعب مش معروف ومش معلوم كلام ان في برج العرب وكلام انه فيه كلاء الحربية نادي الاسماعيلي يعني برضو عايز من المباراة تلاعب فيه برج العرب فيه كلاء الحربية عشان المسافة والبعد المسافة اللي موجودة في ملعب استاد الجيش ببرج العرب وبالتالي ما فيش مشكلة خالص عند النادي الاهلي لكن في انتظار زي ما بقولوكو بكرة او يعني في الايام القادمة كل التفاصيل الخاصة بالملاعب بالنسبة ليه كل المباراة اللي في السبوع الاول بالنسبة ليه الاندية في الدوري الممتئس اشتركوا في القناة